مباحثات المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في دمشق التي يزورها للمرة الأولى شملت بالإضافة إلى الرئيس بشار الأسد مسؤولين سوريين آخرين وعددا من موثل المعارضة في الداخل الإبراهيمي عد محادثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد والتي استمرت ما يقارب الساعة بمثابة خطوة أولى للتعامل مع الأزمة في سوريا وقال إنه سيعد قريبا إلى دمشق المبعوث الأممي والعربي حذر من أن الصراع المتفاقم في سوريا يشكل خطرا يهدد المنطقة برمتها وقال إنه أطلع الأسد بإقامة مكتب لمتابعة الاتصالات في دمشق مشيرا إلى أنه وجد ترحيبا منه ووعودا بتسهيل عمل المكتب تكلمنا في هذه الأزمة السورية وأنا أكرر أن هذه أزمة خطيرة جدا وأكرر أيضا أن هذه الأزمة تتفاقم وتشكل خطر على الشعب السوري وعلى المنطقة كلها بل وعلى العالم وأعتقد على أنه سيد الرئيس شدرك أكثر مني أبعاد هذه الأزمة وخطورتها الإبراهيم قال إن خطته ستكون جاهزة بعد الاستماع إلى كل الأطراف الداخلية والخارجية وذلك لفتح الطريق نحو الخلاص في سوريا أما عن علاقته بمجموعة الاتصال الرباعية التي تضم كل من مصر وتركيا والسعودية وإيران قال الإبراهيم إنه سيكون على اتصال مع أعضاء المجموعة مستبعدا أن يكون هناك تضارب مع المجموعة ترجمة نانسي قنقر